السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأكمل سلسلة صحيح التمارين صفحة 46 اللي متعلقة بالدرس الانوبراطيون تمرين ثلاثة كيقول كالكولي اسمبليفي الريزولتا سيسي بوصيب أول حاجة حسب من تختاز النتيجة يعني امكانية الاختزال عندك هنا ثلاثة ديال الانوبراطيون اه كتسوي لك ثمانية ثلاثة على ثمانية مقسومه مابينة قوسين واحدة على جوج زائد ثلاثة على خمسة هنا بان قدسوي ليك يناقص فربعة على ثلطاش مقسومه على واحد ناقص ثلاثة على حداش السي كتسوي ناقص خمسة على ثمانية مقسومه على أرد ثلاثة على أربعة ناقص اثنين مابينة قوسين إذا سأرى كوريكسيون ديال هذا اليهو إجرام ثلاثة ثمارين ثلاثة صفحة ستة ربعين إذن نبدأ بالعملية اللولة اللي هي عندك هنا يا ثلاثة على ثمانية أكد تسوي ثلاثة على ثمانية نقصومة ما بين قوسين واحدة لا اتنهان زائد ثلاثة على خمسة قلنا هنا يا فشكي يكون عندنا الأقواص أول حاجة نحسبه بداخل الأقواص إذن نحسبه هي واحدة على جوج زائد ثلاثة على خمسة في جمع عددين جدريا ليس لهم نفس المقام كان واحدة على مقام ديالهم مقام واحد ما بين اتنين وخمسة هو عشرة إذن هنا عندنا عشرة وهنا عندنا عشرة اتنين ضربناها في خمسة إذن واحد غنضربوه في خمسة غتعطينا هي خمسة عند خمسة ضربناها في اتنين إذن ثلاثة غنضربوها في اتنين غتعطينا هي ستة بعد هنا هنا خمسة ضربناها في جوج إذن ثلاثة غنضربوها في جوج غتكون هي ستة ماشي اتنين وإنما غتكون هنا ستة فقط ثلاثة ثانية إذن ستة على عشرة وخمسة على عشرة هنا تحيد المقام وحدنا المقام اللي هو عشرة إذن سنجد جمع البسطين الجمع البسطين اللي هي خمسة زائد ستة غطت هنا هي أحد عشر على عشرة إذن ستكون هي ثلاثة على ثمانية من ضروبة مقسومة بغضان مقسومة على أحد عشر على عشرة كان هنفو باللي قسمة عددين جدريين هو ضرب الأول في مقلوب العدد الثاني إذن العدد الأول اللي هو ثلاثة على ثمانية كنحطوه كما هو ومن بعد كنديره نقسمة كترجع ضرب وإنما مشي الضرب في نفس العدد وإنما ضرب في مقلوب العدد الثاني مقلوب العدد الثاني هو أن العدد اللي كان في المقام غير جح في البسط والعدد اللي كان في البسط غير جح في المقام هذا هو المقلوب ديال العدد إذن غتكون أن المقلوب ديال أحد عشر على عشرة هو عشرة على أحد عشر إذا سنضرب 3 على 8 مضروبه في 10 على 11 هنا قلنا نضربه الأول وهو 3 على 8 فهما قلوب العدد الثاني وهو 10 على 11 إذا هنا نضربه العددين جادرين نضربه البسط في البسط والمقام في المقام 3 مضروبه في 10 وهي 30 و 8 مضروبه في 11 وهي 88 ما بين 30 و 88 ممكن أن نقسمه على جوش قسمه هناgreه والقسمه هناчеند إذا قسمنا 30 على جوش سأعطيناه 15 و 48 لأجوش قد أعطيناهig 14 وهنا لا يمكن أن نتظر فقط لأن هذا الرقم يقبل قسمه فقط على 10 و خلقه على 5 و 3 وهنا لا يمكن أن نقسمه على 5 و 3 44 و 40 لا يمكن أن نقسمه على 5 ولا على 3 هذه هي العملية الأولى في التمرين الثالث في 46 سنرى العملية الثانية وهي العملية بي عندك بي كتسوي ناقص ربعة على تلتاش مقسومة بين قوسين واحد ناقص ثلاثة على تلتاش كتسوي أول حاجة هنا هنا عندنا الأقوز إذن إلا عندنا الأقوز كنسبقه بحساب ما بداخل الأقوز نحسبه أولا هذه اللي بداخل الأقوز ومن بعد عاد نشوفه العمليات اللي خارج الأقوز مثلا هنا 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 القسم إذن سنضيفه طرح عددين جدرية ليس لهم منافس المقام توحيد المقام المقام موحد ما بين واحد لأن هنا هنا واحد على واحد وثلتاش إذن ستكون هي ثلاثة عشر المقام موحد بينها الجوج أعدد هو ثلاثة عشر سنضربوه هنا ثلاثة عشر ونضربوه الفق في ثلاثة عشر إذن ستكون هنا هي ثلاثة عشر على ثلاثة عشر ناقص ثلاثة على ثلاثة عشر بانسوغ هنقص مقسمها هنا ناقص ربع على ثلاثة عشر ناقص ربع على ثلاثة عشر هنا ثلاثة عشر نضربوه لا Martin مقسم بالمقام اللي هو ثلاثة عشر إذن لقسمة عددين جدريين قلنا كنضربوا الاول في مقلوب العدد الثاني نضربوا الاول في المقلوب العدد الثاني العدد الأول كنحطوه كما هو هو ناقص ربعة على ثلاثة على تلتاش ناقص ربعة على تلتاش نضربها في مقلوب العدد الثاني عندنا هنا عشر على تلتاش قلنا المقلوب هو أننا ندعو البسط كيرجع مقام المقام كيرجع بسط والبسط كيرجع مقام هذا هو المقلوب دي العدد إذن قد تكون هنا هو 13 على عشرة ناقص أربعة على 13 نضربها في 13 على 10 هنا كانت 13 و هنا كانت 13 ممكن أن نضربها هنا ناقص أربعة نضربها في 13 حتى نحسب النتيجة و نضربها في 13 بعد نحسب النتيجة حتى نختازل و سيكون الإختزال ب13 أو نستطيع أن نسامل فيه من هنا أنا نسامل فيه ب13 و13 من هنا إذن ستخرج لها نتيجة النهائية هي ناقص ناقص أربعة على 10 قلت هنا ممكن قُلت هنا في الوزل الوجه ممكن أن نضربه ناقص U4 Θيل ان نضربه في 13 عندما نضربه ب13 و ثم ناسامل في عشرة و سيكون أshelf الآن وعادت 들ته سنختازل إذن من هنا حتى يخرج الكالكي سامبل ستكون لديه ناقص 14 إذن هذه هي نتيجة للعملية نرى العملية الس هي الأخيرة في هاتمارين عندنا السي كيساوي هي ناقص 5 على 8 مقسومة بين أقوسين 3 على 4 ناقص 2 قلنا كان سبق دائما الأقوس أي عملية أعطونا نحسبها فيها الأقوس كان سبقوا ذيك العملية داخل الأقوس إذن هنا لا نرى أشياء سنضرب أو قسمة أو جمع سنرى داخل الأقوس أي عملية سنحسبها إذن هنا كان ناقص سنحسب ناقص ناقص جوجة أعداد جذريو توحيد المقام دائما توحيد المقام في القسم في الجمع والطرح لأن ضرب القسم دائما في الجمع والطرح توحيد المقام هنا المقام يحدث أربعة أربعة ضربت في الماء بسط في الأربعة إذن سنضرب المقام في أربعة ستكون عندي هنا يضربنا في أربعة في المقام ذي الاثنان و سنضربه اثنان في أربعة اثنان في أربعة ستعطينا هي ثمانية بطولي أنا أنا كين واحد لغار فقط أنا ستكون هنا هي ثمانية على أربعة إذن قلنا سنحسب ما بداخل الأقوس ثلاثة عندك أربعة أربعة عضلة إذا هكم في المقام 嘛4 ثلاثة نقس 8 هي نقس 5 mo patients وا على نقس وإذا مقصومة ضرب الأول في مقلوب العدد ثاني نقس 5 على TV هنا نقس 5 على 4 سbeyوجه 0 لأن هذه 4 على نقس 5 هنا كما تلاحظون ناقص خمسة هنا في البسط و هنا ناقص خمسة في المقام و عمليات الضرب إذن سوف نحتاجه بناقص خمسة هنا وهنا سوف تخرج لنا نتيجة من 4 على 8 4 على 8 هذه هي نتيجة ولكن ممكن إمكانية هنا هي الإختزال نقسم هنا على 4 و نقسم المقام على 4 نقسم البسط في 4 و المقام في 4 نسبة لرب الام 4 مقسم 3 على 4 مقام على 1 و 8 مقام على 4 مقام على 2 هذا تمارين الالت سفحه 4 من 5 أحناك مرات جدا تمارين سفحه 4 من 7 شكرا